السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم طلاب الاعزاء طلاب الفرقة الثالثة شعبة اعمال دولية معكم محمد حجازي وده سيكشن اول سيكشن لينة اونلاين لمادة ادارة المشتريات والمخازن دكتورة المادة دكتورة نسرين حفيظة واتمنى تكونوا باحسن حال ده اول سيكشن لينة اولاين بعد تكملة وهنكمل على السيكشن اللي احنا كنا اخدناها قبل تعليق الدراس اول حاجة كده خلونا ناخد كده الموضوع ونرجع مع بعض من البداية ايه هو مفهوم ادارة المشتريات ادارة المشتريات هي الادارة المسؤولة عن توفير كافة احتياجات المنظمة من المواد اي حاجة الشركة محتاجاها من المسؤول ان هو يوفرها هي ادارة المشتريات سواء بقى بالكمية والسعر والجودة والوقت المناسبين كل ده ادارة المشتريات مسؤولة عن توفيره الكمية تكون مناسبة السعر يكون مناسب الجودة تكون مناسبة والوقت كمان يكون مناسب وزي ما احنا هناخد مع بعض او زي ما اتكلمنا مع بعض قلنا ان فيه خمس عناصر للشراء هما الكمية والسعر والجودة والتوقيت والمكان وهنتكلم عنهم بالتفصيل في المرات اللي جاي طيب مفهوم ادارة المواد طبعا هما الاتنين واحد ولكن مفهوم ادارة المواد اشمل وعام من ادارة المشتريات وبالتالي هنا بنقول ادارة المواد هي الادارة المتكملة المسؤولة عن التخطيط للحصول على المواد وهنا بنتكلم في المواد هنا اي مواد الشركة محتاجاها سواء كان مادة خام او سلعة او سيارة شركة محتاجاها وهكذا للحصول على المواد وتوفرها وتخزنها وتصرف فيها والرقاب عليها بشكل دائم لتحقق افضل استخدام للموارد المتاح وهنا مفهوم ادارة المواد هو مفهوم اشمل وعام من مفهوم ادارة المشتريات وبالتالي هنا بنقول ان ادارة المواد هي الادارة متكملة لانها بتستخدم التخطيط والتنظيم والتوجيه والرقابة اللي هي وظائف الادارة في المحافظة وتخزين والتصرف وتوفير المواد لكل الادارات داخل المنظمة طيب عايزين بقى هنا نتكلم على موقع ادارة المشتريات في الهيكل التنظيمي هيكل التنظيمي دلوقتي لما يكون فيه اي شركة لها هيكل تنظيمي مكون مثلا من رئيس مجلس الادارة المديرين الفروع الحاجات دي كلها طيب احنا زي ما احنا بنشوف او زي ما درسنا قبل كده في السنوات السابقة كنا بندرس ادارة الانتاج ودرسنا ادارة التسويق ودرسنا بعض الادارات الاخرى طيب احنا دلوقتي عايزين نعرف ايه هو موقع ادارة المشتريات في الهيكل التنظيمي بنقول ايه هنا بقى بنقول ان في المنظمات الكبيرة يعني المنظمة حجمها كبير حجم الموظفين عندها كتير بتنشئ ادارة المشتريات بقرار من السلطة العليا في المنظمة اما في المنظمات الصغيرة فبتتبع ادارة الانتاج او الادارة المالية واخد بالكم هنا موقع ادارة المشتريات في الهيكل التنظيمي بيتحدد حسب ايه يا جماعة حسب حجم المنظمة لو كانت المنظمة كبيرة فهي بتكون قرار من السلطة العليا في المنظمة زيهاك زي ادارة التسويق زي ادارة الانتاج بتكون ادارة مستقلة خاصة به اما المنظمات الصغيرة فبتتبع ادارة الانتاج او الادارة المالية كون المنظمة صغيرة وبالتالي احتياجات عمليات الشراء مش كتير وبالتالي هنا بتلاقي المنظمة او ادارة المشتريات بتتبع يعني تكون تابعة لادارة الانتاج او الادارة المالية واش معنى الإدارتين دولة بالذات لأن إدارة الإنتاج دايما هي بتحتاج مواد خام وآلات وكلام ده كله والإدارة المالية هي الإدارة المسؤولة عن توفير المستلزمات المالية لكل الإدارات والحسابات داخل الشركة طيب ما هي خطوات أو مراحل عملية الشراء؟ إزاي بتتم خطوات أو مراحل عملية الشراء؟ أول خطوة هي الشعور بالحاجة الشعور بالحاجة أن المنظمة أو الشركة تكون فعلا في احتياج للمادة الخام اللي هي محتاجاها دي ليه؟ لأن إحنا بطبعتنا إحنا مش هنقوم بعملية الشراء طول ما إحنا مش محتاجين للشراء أو مش محتاجين للحاجة دي فأول مراحلة من ضمن مراحل عملية الشراء هي الشعور بالحاجة تاني مرحلة أو تاني خطوة هي تحديد المواصفات والكميات لازم بحدد المواصفات اللي أنا عايزها والكميات كمان اللي أنا هحتاجها عشان خاطر أبتدي إدارة المواد أو إدارة المشتريات تقوم بعملية الشراء طيب إحنا دلوقتي هندي أمثلة عملية عشان تبقى الموضوع واصل لكم دلوقتي الإدارة أو الشركة اكتشفت إنها محتاجة أجهزة كمبيوتر وبالتالي هنا هي محتاجة الشركة محتاجة تعمل شغل على الكمبيوتر وحصل إن الشركة ما فهاش ولا جهاز كمبيوتر وبالتالي هنا أول مرحلة من مراحل عملية الشراء هو الشعور بالحاجة إن إحنا فعلا محتاجين أجهزة كمبيوتر طيب تاني مرحلة تحديد المواصفات والكميات أنا هحدد المواصفات اللي موجودة في الكمبيوتر دي مواصفات قد ايه والكمية كم جهاز كمبيوتر أنا محتاجه في الشركة تالت حاجة بعمل عملية حصر لمصادر التوريط بعمل عملية تجميع البيانات والمعلومات عن أماكن الشراء مصادر التوريط هنا المصود بيها أماكن الشراء اللي أنا هشتري بيها اللي أنا مثلا أروح أشوف الشركات اللي بتبيع أجهزة كمبيوتر وبعد إن أنا أجمع معلومات عنهم وأشوف الشركات دي بتتعامل إزاي والحاجات دي كلها رابع خطوة هو اختيار مصدر التوريط واعطاء أمر الشراء بعد ما عملت عملية حصر لمصادر التوريط وشفت التجار وشفت الشركات باختار بقى الشركة المناسبة اللي بقدر من خلالها أتعامل عني باختار على أي أساس باختار لازم اختار الشركة دي إنها تكون بتوفر للسلع دي جودة مناسبة بسعر مناسب بتوقيت وتسليم مناسبين لازم الشركة دي أو التاجر اللي أنا هشتري منه ده لازم تكون سمعوته كويسة وشهرته حلوة وبالتالي بقدم خدماتنا بعد البيع بطريقة كويسة عشان أقدر أتعامل معها في المرات اللي بعد كده تيجي بقى بعد كده الخطوة الخامسة وهي متابعة أمر الشراء ومتابعة أمر الشراء هنا بتتم على شكل ثلاث حاجات يأما تابع بشكل ميداني ميداني يعني إيه إن أنا أخد بعضي وأروح للمصنع وشوف الحاجة بنفسي وكلام ده كله يأما شافهي يأما كتابي يبقى هنا بتابع أمر الشراء لو أنا مثلا اتفقت مع الشركة إن هي هتورد لي مئة جهاز كمبيوتر يبقى المئة جهاز كمبيوتر دولة ما بيبقوش جاهزين وبالتالي الشركة بتجهزهم وفبقى أنا بتابع معهم بالأمر الشراء وبقول لهم والله إيه الأخبار ده كده لما أنا بتابع معهم يبقى ده كده متابعة كلامية إما ميدانية لأنا روح لهم لحد هناك أو رسالية لأنا ببعط لهم رسالة أو كتابية زي ما إحنا بنقول طيب تيجي بقى الخطوة الستة وهي الاستلام والفحص باستلم البضاعة بتاعتي وأعمل لها عملية فحص واخد بالكم النقطة دي مهمة جدا لإن أنا في النقطة التانية تعال كده نشوف النقطة التانية هنا كده فوق هتلاقي تحديد المواصفات والكميات في الاستلام والفحص أنا بتأكد بشوف هل المواصفات والكميات اللي هي موجودة اللي أنا حددتها فوق في تاني خطوة هل هي فعلا البضاعة لما جات لي هل هي بنفس المواصفات والكميات ولا لأ وبالتالي الخطوة دي خطوة مهمة جدا إن أنا باستلم وبفحص البضاعة اللي أنا اشترت طيب خطوة السابعة إن أنا بعمل عملية مراجعة للفواتير هنفترض مثلا إن في أخطاء في الفاتورة في سفر مترحل في رقم مترحل في كمية مترحلة وبالتالي هنا الاستلام والفحص عملية مهمة جدا والأهم كمان في النقطة خطوة اللي بعد كده هي مراجعة الفواتير وآخر خطوة خالص هي تسجيل وحفظ المستندات المستندات اللي هي إيه اللي هي الفواتير الشراء دي أنا بسجلها وبحفظها طيب بتسجلها وبتحفظها ليه عشان خطر أقدر أحدد من خلالها بعد كده العمليات لو فيه بطاعة محتاجة أن تسترجع لو في آآ 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 من خلال الفواتير دي ديت وحفظ المستندات ديت تخش الحسابات وتتدي إن أنا أعرف كمان إدارة المشترات تستفاد بها في حالة إن هي لو هتقوم بعملية الشراء من نفس التاجر تعرف الأسعار اللي كانت إيه اللي كان التاجر بيقدمها ديت وبالتالي تسكيل وحفظ المستندات هي آخر خطوة من خطوات عملية أو مراحل الشراء طيب بتنبه على نقطة مهمة جدا إن خطوات ومراحل عملية الشراء دي لازم يبقوا بالترتيب ما ينفعش خطوة تسبق خطوة يهما بينقいきا كده زي السلمة بالزبط لما تيجي تطلع عمارة لازم تدر الاول بعد كده التاني بعد كده التالت بعد كده الرابع بعد كده الخامس ما ينفعش تنطل دور الخامس على طول وهكذا برضو في الخطوات او المراحل عملية الشراء لازم تبقى ايه لازم تبقى الخطوات دي لازم تبقى مترتبة عشان خاطر كل خطوة مرتبة على الخطوة اللي طيب عرفنا خطوات او مراحل الشراء طيب طرق الشراء هاشتري ازاي ايه هي الطرق اللي اقدر من خلالها اشتري قال لي اول حاجة عندي تلات طرق رقم واحد المناقصة اتنين الممارسة تلاتة الشراء المباشر اولا المناقصة المناقصة يعني ايه اللي هي احدى طرق الشراء وبيتم من خلالها الاعلان عن حاجة لتوريد المواد اللازمة المخلوب لقيام به فرق كبير جدا بين المناقصة وبين المزاد ايه الفرق بينهم ان المناقصة هي احدى طرق الشراء انما المزاد هي احدى طرق البيع طيب المناقصة ديها هي عبارة عن ايه عبارة عن ان الشركة بتكون محتاجة تشتري اجهزة الكمبيوتر طيب فيها ايه ما تنزل تروح تشتري اجهزة الكمبيوتر من اي مكان وخلاص لا ده لازم الاول تعمل مناقصة والمناصة ديها هي بتقول ان هي محتاجة اجهزة الكمبيوتر وبتحدد الكمية اللي هي عايزها وبتحدد المواصلات اللي هي عايزها وكل شركة بتقدم للشركة ديت او من المنظمة عشان خاطر تبتد ان هي تتعامل معها وتورد لها الايه الاجهزة الكمبيوتر اللي هي عايزها ده بنسميه ايه يا جماعة ده بنسميه المناقصة وده لازم يتم من خلال ايه من خلال الاعلان طيب ما هي مراحل المناقصة مراحل المناقصة يعبار عن ايه تلت مراحل الاعلان عن المناقصة ولازم الاعلان دوت بيتم بيكون في جريدتين اتنين رسميتين وساعتين الانتشار والتاني حاجة تشكيل لجنة فتح المظريف وتالت حاجة تحرير العقد التلت حاجات دولار دي مراحل المناقصة لازم يتم فيها ما ينفعش عامل مناصة وانا مش معلن عنها في جريدة رسمية او جريدتين اتنين رسميتين ولازم يكونوا وساعتين الانتشار يعني ايه وساعتين انتشار يعني يكونوا معروفين والناس كتيرة بتطلع عليهم طيب بشكل لجنة فتح المظريف ايه لجنة فتح المظريف دي كل شركة بتقدم العرض بتاعها في مظروف في ظرف كده مغلق محدش بيطلع عليه بيتحط في صندوق الصندوق ده بتيجي لجنة اسمها لجنة فتح المظريف بتفتح الصندوق ده وتشوف كل عرض من ضمن العروض اللي الشركات بتقدمها ديت وبترسل مناطصة على اقل سعر الشركة مقدماة هو ده اللي بترسع ليه المناطصة و ليه عشان ده في حالة الشراء انما المزاد عاكسه المزاد هنا كان اعلى سعر هو اللي بجين سعى دي المزاد المناطصة هنا احنا بنشتري وبالتالي احنا يهمنا ان احنا بنشتري باقل لسعر طيب ب 26 حاجه هو تحرير العقل تحرير العقل يعني ايه ان احنا خلاص كده نكتب العقود للشركة اللي هي رسلت عليها المنقصة اللي هو كانت باقل ايه باقل سعى طيب انواع المنقصات ايه هي عندي ثلاث انواع منقصة عامة منقصة محدودة منقصة محلية عامة يعني ايه عاملة يعني شاملة كل القطاعات وداخل جمهورية مصر العربية وخارجة عشان كده سموها عامة منقصة محدودة معناها ايه منقصة محدودة يعني بتتم بين قطاع معين زي قطاع المقاولاد زي قطاع مثلا الحاسب الآلي زي قطاع مثلا مقاولين او فنيين معينة. لو انا عايز مثلا اعمل طريق مثلا عشان خطر يسهل علي في الشركة فانا هنا هعمل مناقصة محدودة عشان خطر اجيب شركات الخاصة بالطرق والكباري والحاجات دي كلها. طيب المناقصة محلية بتتم في النطاق الجغرافي معين. وبتكون لا تتجوز المتين الف جنيه. وبتكون مناقصة محلية يعني مش كبيرة. وبالتالي هنا سموها محلية له. عشان خطر المبلغ اللي فيها ما بيبقاش مبلغ كبير. وبالتالي ممكن تتعامل في قرية. ممكن تتعامل في مركز. وبالتالي محافظة. ولكن مش زي المناقصة المحدودة او المناقصة ايه? العام. طيب ثانيا الممارسة. الممارسة ديت ايه يا جماعة? دي تاني او دي احدى طرق الشراء. دي تانية خطوة. يبقى اول خطوة كانت ايه? كانت المناقصة. تاني خطوة هي الممارسة. عبارة عن ايه الممارسة? اللي هي احدى طرق الشراء من خلال توجيه الدعوة للموردين. وبيتم اتخاذ القرار باختيار افضل الموردين عن طريق التفاوض من خلال اللجنة خاصة. والممارسة ديت ان انا بقدر من خلالها بوجه الدعوة وباتخذ القرار بين افضل الموردين وبتفاوض معهم من خلال اللجنة خاصة. مش شرط بقى ان انا ايه? ان انا ابتدي ان انا اتعامل مع موردين. انا اشتري منهم الاجزاء او مواد اللي انا محتاجة. طيbe تالت خطوة من ضمن الطريقة او تالت طريقة من ضمن طرق الشراء هي الشراء المباشر. والشراء المباشر هنا بيتم الشراء في الحالات العاجلة فقط وبالاتفاق مع رئيس الهيئة او رئيس الهيئة او المصلحة وبالتالي هنا الشراء المباشر بيكون جزء من الأجزاء اللي بتتم بشكل عاجل هنفترض مثلا الشركة محتاجة أجهزة بالكمبيوتر ضروري جدا ومش هتقدر أن هي تستنى تعمل مناقصة وتعمل إعلان في الجورنال وتعمل الكلام ده كله وبالتالي هنا بيحق لها أن هي تروح تشتري مباشر وتدخل على الشركة وتجيب الأجهزة بتاعتها بس بشرط أن هي تتفق مع رئيس الهيئة أو المصلحة بيكون على علم بذلك وبالتالي ده دي طرق أحدى طرق الشراء واللي بتتم في الأمور العاجلة واللي يكون الشركة محتاجة طيب إيه هي طرق تحديد الكمية الاقتصادية للشراء؟ الكمية الاقتصادية للشراء عندي ثلاث طرق بقدر من خلالها أحدد الكمية دي أول طريقة عندي وهي الطريقة الجدولية تاني طريقة هي الطريقة البيانية وهنعرفها مع بعض تالت طريقة هي الطريقة الجبرية طب عايزة أفهم الأول وأكتب الناس كتيرة ممكن تسألني دلوقتي من الطلاب العزاء عايزين يسألوني مثلا إيه هي الكمية الاقتصادية للشراء؟ كمية الاقتصادية للشراء هي الكمية اللي تتساوى فيها المخزون تكاليف المخزون مع تكاليف الشراء وهي سموها كمية اقتصادية اقتصادية يعني ايه؟ يعني الشركة ما بتتحملش مبالغ كبيرة في شراء الكمية الاقتصادية للشراء دي طيب أحددها ازاي؟ زي ما احنا نلاحظين كده أنا عندي الساهمة هو توادي عندي المنحنة بتاع السعر والكمية السعر والكمية ودي هنا الايه؟ التكاليف الشراء ودي فوق هنا التكلفة الإجمالية ودي هنا النقطة اللي هي بتتقاطع فيها تكاليف الشراء مع تكاليف التخزين نقطة التقاطع اللي احنا شايفينها في الرسمة دي دي بنسميها الكمية الاقتصادية هي الكمية اللي بيتساوى فيها تكاليف الشراء مع تكاليف المخزون وبالتالي هنا بنسميها تكلفة ايه؟ تكلفة اقتصادية أو كمية اقتصادية طيب احنا عرفنا هنا ان احنا بنجيبها بالطريقة البيانية طب اجيبها ازاي بالطريقة الجبرية عن طريق المعادلة دي جزر التربيعي اللي هي الكمية الاقتصادية للشراء بتسوي الجزر التربيعي اتنين اتنين دي سابطة في القانون في الاحتياجات السنوية في تكلفة الشراء على تكلفة التخزين او نسبة التخزين ساعات بيجيب لي تكلفة التخزين مثال ويجيب لي تكلفة التخزين او ساعات يجيب لي نسبة التخزين ولازم اخد بالي جدا من القانون ده يبقى ازاي بحسب الكمية الاقتصادية للشراء او بحديدها ازاي عندي تلات طرق زي ما احنا شايفين كده ودي الطريقة البيانية ودي الطريقة الجبرية اما الطريقة الجدولية هيو بيبقى عبارة عن جدول وبيتم حساب عدد مرات الشراء لحد ما يظهر عندي في الجدول تعادل كمية الشراء تعادل تكاليف الشراء مع تكاليف التخزين بتكون هي دي كمية الاقتصادية للشراء عند وصول لعدد دفعات معينة من الشراء وبكده نكون خلصنا السكشن بتاعنا واتمنى ليكم كل التوفيق والنجاح باذن الله وشكرا جدا لحسن استماعكم وللتواصل معايا تقدر تبعث رسالة على صفحة المعهد على الفيسبوك او تتواصل من خلال الموقع الالتروني الخاص بالمعهد او سيب رسالة على صفحتي الشخصية في حالة وجود اي شيء محتاج ان انت تستفسر عنه واتمنى ليكم كل التوفيق والنجاح ان شاء الله كان معكم محمد حجازي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته